ضعي الخاتم في اللمون وتخلصي من مشكلة كبيرة ممكن تواجهك في حياتك اليومية وكمان وفري فلوسك ومجهودك حلوة تتبير كتير في الفيديو هتساعدك في حياتك اليومية والوقفة في المطبخ وهتوفر عليك وقتك وفلوسك ومجهود بس قبل منبدأ الفيديو لو المحتوى بتاعي بيعجبكو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في قناتي وخلونا سريع نشوف الحيال بتاعتنا لنهارده اول حيلة معي نهارده مفيدة جدا لشنط الجلد خصا لو انت عندك اطفال او في الجامعة او بتشتغلي والقلم الجاف كده جي على الشنطة بتاعتك ما ينفعش طبعا انك تخسليها بالصابون او بالبريل لان هي هتقشر معاكي بعد كده النهارده هنحط معجون الاسنان على على القلم الجاف الموجودة على الشنطة وبجد هتلاقي سحر عاول ما تحطي طريقة الاستخدام بقى هتحطي كده حتة صغيرة من المعجون وهتعمليها بايدك مش بفرشك الاسنان هنا طبعا احنا عايزين نحفظ على الجلد بتاعنا بقدر الامكان علشان الشنطة لما تترجن في الدولاب ما تقشرش معينا هبدأ ان انا اعمل كده وابدأ ان انا اطلع بدوافري الالم الجاف اللي موجود قررت الكلام ده كزا مرة احط حتة من معجون الاسنان واشيل شوية وامسحها بالمنديل وارجع احط حتة جديدة من معجون الاسنان وادعك الالم الجاف اللي موجود على الشنطة وارجع اشيل وهكزا لحد ما تختفي معيه تماما انا قررت الموضوع ده حوالي 3 او 4 مرات لحد ما وصلت للنتيجة دي كده اختفى بنسبة يعني 98% وكان لسه باقي اثر بسيط ولا كان عادي يعني تلما اختفى ان هو ما حدش من بعيد يشوف ويبقى تمام كده نكون حافزنا على الشنطة بتاعتنا وطلعنا الالم الجاف وحافزنا على شكلها من غير ما تقشر جربوا الفكرة دي ما تنسوش تدعو تاني حيلة معي النهاردة بخصوص حوض المطبخ لو انت معندكيش سلك نعم انا معنديش سلك نعم عموما مش بلقاه بسهولة ما بلقاش غير السلك الخشن الكبير فالحيلة دي النهاردة هتساعدك جدا لو انت عندك اي خدوش موجودة في حوض المطبخ بسبب انك مسلا كنت تبديت عاكسانية او اي حاجة او في اي حاجة كانت في الحوض وخدشتلك الحوض وعلمت عليه هجيبي بقى شوية من الباكينج باودر المركون عندك ومش بتستخدميه او حتى الباكينج باودر العادي اه وكده حتها من الفويل هنستخدمها مش من الناحية اللي بتلمع من الناحية اللي احنا بنغطي بيها زي ما تعودنا وانا اعملها كده على شكل مستطيل وهنبدأ ان احنا ندعك بيها الحوض بتاعنا بجد هتلاقي الحوض بتاعك بيلمع وراجع اكنه جديد وزي الفل بيكينج باودر مع الفويل بجد بيخلو الحاجة ترجع اكنها جديدة وما فيهاش كمان خدوش وما فيش اي حاجة وهوريكو دلوقتي النتيجة من اهم حاجة الحوض بتاعك يكون نشف وما فيهوش موية الاول زي ما انا وريتك كده نشفت الحوض الاول قبل ما حطت البيكينج باودر هنشفه تاني علشان اواريكو النتيجة وبجد هتستمتع بحوض جديد وبيلمع وزي الفل طبعا زي ما انا قلتلكو الحيلة دي لو ما عندكيش سلك نعم شايفين بقى ما فيش اي يخدوش خلص جاربيو الحيلة دي واتنسيش تدعي ثالث حيلة معي للنهاردة ضعي الخاتم في اللمون طبعا لو عندك اي خاتم فضة مركون بيسود مع مرور الوقت ومش بتعرف انك تنظفي في البيت وبتلجاي انك تروحي محل اي محل في الساغة يعني بيبيع فضة علشان يلمعلك الخاتم بتاعك النهاردة هتوفري وقتك وفلوسك ومجودك وهنعمله باقل امكانيات في البيت علشان يرجع معيك ياكنك لسه شريح حيلا من محل الفضة اول حاجة زي ما تعودنا برضو البيكاربونوتو عندنا علبة قديمة كده بحط فيها شوية صغيرين من البيكاربونوتو وهبدأ ان انا ارجع بالمنظر ده وعلشان الخاتم معي قديم مش هالمع طبعا بسهولة بعد اما لمعته اول حاجة اول خطوة بالبيكاربونوتو هياخد شوية البيكاربونوتو اللي انا رجيت فيهم الخاتم جوة العلبة وهحطهم في الطبق ايه هو الخاتم ايه لمع كده بنسبة كام سبعين في المية تقريبا لان الخاتم كان مسود خلص وده طبعا لانه كان مركون فترة طويلة جدا في الدرج وهو ما حدش يعني جزي ما كانش في يلبسه فقررت كده ان انا اطلعوا لمع عشان يرجع يلبسه تاني من اول وكتب وبعد كده هجيب نص اللمونة وابدأ ان انا اعصرها على البيكاربونوتو واحط بقى اللمونة في البيكاربونوتو وابدأ ان انا احط الخاتم جوة اللمونة ودعاكي بقى مش هتاخد الموضوع مش هياخد يعني نص دقيقة حتى وهتلاقي الخاتم اول دعاكتين بالمنظر ده رجع معاكي بيلمع وجديد وزي الفل الخطوة دي بتمفع جدا في الفطة انه بالنسبة للدهب بلاش انك تنفز الحيلة دي في الدهب علشان ما يتأكلش معاكي مع مرور الوقت ولكن هو هيلمعه برضو بس بلاش عشان ايه ما يتأكلش شايفين بقى النتيجة بجد اكنك لسه شريحة لما بيلمع وجديد وزي الفل جرب الحيلة دي وبدل ما تنزلي للصاغة وتروحي تلمعي وتدفعي في فلوس حاجة بسيطة جدا في البيت هترجع لك الخاتم جديد وزي الفل طبعا الطريقة دي مش للخاتم الفضة بس طبعا للسلسلة وللحلق ولو اي حاجة عايزة ترجعيها فضة تانية جديدة وزي الفل جربي الطريقة دي وان شاء الله ترجع معاكي احسن من الاول كمين وبكده نكون وصلنا الاخر الفيديو بتاعنا للنهاردة لو المحتوى اللي انا بقدمه بيعجبكو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في قناتي مطبخ شري ايزي عندك ويك اشوفكم الفيديو قدم على خير واسبكم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم